مشاهدين أهلا بكم أكد رئيس بوليفيا ليوس أرسي على التمسك بالديمقراطية في بلاده إثر محاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة من الجنود أقال أرسي في كلمته من شرفة قصر الحكومة في العاصمة الإدارية لباز لا يمكن لأحد أن يسلب من الديمقراطية التي فزنا بها نحن البوليفيين سنفشل كل محاولات الانقلاب وأشار إلى استجابة الشعب البوليفي لدعوته للديمقراطية ووقوفه ضد محاولة الانقلاب وأضاف كل ما فعلوه أي منفذ المحاولة هو الإضرار بصورة الدولية للبلاد اليوم شهد المجتمع الدولي والشعب البوليفي محاولة انقلاب وتابع لا يمكننا أن نسمح بتكرار مثل هذه المحاولات الانقلابية مرة أخرى عاشت الديمقراطية ولتسقط الانقلابات وتنضم إلينا عبر الانترنت من لباز وزيرة خارجية بوليفيا سيلينديا سوسا أهلا وسهلا بك سيدة سوسا بداية كيف توصفي لنا ما الذي حدث أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة مثلما قلت يسعدني أن أكون معكم حتى أحيي الشعب الفلسطيني والشعب العربي تفصيلنا مسافة كبيرة ولكن الأحاسيس وهذه الصداقة وهذا الحب الذي نكونه للشعب الفلسطيني حتى أننا لا نشعر بهذه المسافات فيما يخص ما حصل يوم أمس بوليفيا للأسف عرفت محاولة انقلاب عسكرية للأسف كان هناك العديد من المصابين وأخونا لويس أرسي الرئيس من حسن الحظ لم تتعرض حياته للخطر وتصدى مع الحكومة مع الوزراء ومع الشعب البوليفي لمن يريدون الوصول الحكم عبر الدبابات عبر الأسلحة وعبر تحريك فصائل من الجيش محاصرين قصر الحكومة وتصرف الرئيس أولا بتغيير قيادة الأركان وكانت قرارات سريعة وفعالة ومن ناحية أخرى رأينا هذا القائد السابق سونياجا لم يتمكن من تحشيد كل الوحدات العسكرية ولم تنضم إليه ولم يتفق مع ما كان يريد القيام به وإذن التهجم على الديمقراطية هو أمر لا يمكن أن يقبله البوليفيون لذلك الشعب البوليفي تحرك ورأيتم هذه الصور كيف نزلوا إلى الشوارع نزلوا خاصة إلى الساحة سواء كانوا نساء أو شباب أو رجال للدفاع للدستور البوليفي وعلى الديمقراطية وتفدينا أن نعود إلى انقلاب 2019 ورئيسنا تازف الانتخابات بأكثر من 59% وهو رئيس شرعي منتخب عبر سنديق الاقتراع لذلك نزل الشعب البوليفي للدفاع عن شرعية الرئيس ذلك ما حصل وفي هذا الإطار كان هناك تحرك قوي من ناحية أخرى كان من المهم جدا المساندة الدولية التي حضينا بها ونحن ممتنون كذلك للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية التي كان من الأوائل للتعبير عن مساندتهم لنا وبالتنديدهم بمثل هذه التغييرات الانقلابية التي حاول أحدهم القيام به ونحن نشكر الجميع وأريد أن أتوجه بجزيل الشكر المجتمع الدولي الذي سند الشعب البوليفي وخاصة هذه المساندة التي حضي بها لويس أرسي رئيس الدولة سيد سوزا في ذات الإطار الذي تتحدثين عنه عن محاولة انقلاب وما إلى ذلك قائد الجيش السابق السيد خوان زونيجا قال إن الرئيس هو من طلب منه تنفيذ عملية عسكرية لزيادة شعبيته كيف تردين على ذلك؟ نحن لا نقبل بأي طريقة مثل هذه الأكاذيب التي يريد بها هذا الجنرال السابق وذلك بعد فشله في هذا الانقلاب العسكري نحن كشعب البوليفي لا نقصب هذه المزعم والدعاءات إذن هو من كان يسعى وراء الحكمة بإمكانه أن يقول ما يريد وما يشاء ولكن الرئيس أول قرار اتخذه بالتوافق مع القانون البوليفي لفتح تحقيق بهذا الادعاء من هذا الجنرال للوصول لمن يقف وراء هذا الرجل وحتى لا تتكرر هذه السابقة حتى لا يطمع أحدهم مرة أخرى سواء في المؤسسة العسكرية أو غيرها الانقلاب على الدستور وعلى الشرعية نحن دولة مسلمة نحن دولة تدعو دائما إلى السلام وتدافع عن الديمقراطية وسنواصل الدفاع عن سيادة بلدنا وذلك ما يجعلنا نفخر بالشعب البوليفي الذي يدافع عن الديمقراطية ويدافع عن الحياة سيدة سوسة عندما كنت تتحدثين منذ قليل أشرت إلى أنكم ستبحثون في خلفية هذا الرجل الذي قاد محاولة الانقلاب هل لديكم ما يدعم الشك أن جهات أجنبية ربما تقف وراء هذه المحاولة؟ حسنا التحقيقات التي ستعطينا المخرجات وتفسر ما حصل يوم أمس لا يمكنني الاستباق على هذه التحقيقات والتي بكل تأكيد تعني الشعب البوليفي وكذلك المجتمع الدولي طيب بوليفيا منذ بداية هذه الحرب على غزة تخذت نواقف متقدمة قطع العلاقات مع إسرائيل وكذلك دعم جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في دعواها ضد إسرائيل هل في قرارة نفسك كوزيرة خارجية بوليفيا تعتقدين أن محاولة الانقلاب أو أن هناك أي رابط بين هذه المحاولة وبين السياسة الخارجية التي تنتهجها بوليفيا والتي لا ترضي بأي حال دولة مثل الولايات المتحدة؟ حسناً نحن شعب مثال مثل ما قلت نحن شعب يكافح دائماً من أجل الحفاظ على الحرية وعلى الحياة والتحقيقات ستكون هو المصار القانوني الشرع حتى نرى إن حصل أي تنسيق أو أي تحريض سواء كان داخلياً أو من الخارج حتى نقف على حقيقة ما حصل وذلك من حق الشعب البوليفي أن يفهم كل ما حصل وحتى نبدد كل هذه الأكاذيب التي يرويجها الجنرال سونيغا نحن نكذب ونرفض كل هذه الأقويل التي يفبركها صاحب الانقلاب ولا نقبله بالمرة وكل ما حاول أدعاءه الجنرال سونيغا سيد السوسة كذلك فيما يتعلق بالحرب على غزة هناك أكثر من 38 ألف شهيد وعشرات ألاف الجرحة وتدمير البنى التحتية بشكل ممنهج وخاصة المستشفيات كيف تصفين هذه الحرب التي تقودها إسرائيل على قطاع غزة أعتقد أنه لا يمكن حديث عن حرب ما يحصل في فلسطين هو إبادة جماعية ونحن تحركنا عبر دول أمريكا اللاتينية لوقف هذا الاعتداء ودعونا كل المنظمات الدولية للعودة إلى القانون الدولي ولدفاع عن الحياة من أجل إيقاف إسرائيل لا يمكن أن نسمح بهذه الإبادة الجماعية ومن يعاني أكثر في هذه الإبادة هم الأطفال وهن النساء وخاصة كذلك كبار السن لذلك نرفض هذه الإبادة الجماعية ونندد بها ونحن طلبنا بتفعيل الآليات الأممية لمحاسبة إسرائيل وكذلك لفرض عقوبة نموذجية لأنه لا يمكن أن نعيش في هذا القرن بهذه الطريقة لذلك عبرنا منذ البداية كل مسندتنا للشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الحرب سيسوسا كذلك في ذات الإطار الذي تتحدثين عنه عندما تصفين ما يحدث بالإبادة الجماعية وبجرائم الحرب الممنهجة منذ أكثر من 260 يوما برأيك لماذا يسكت العالم تجاه هذه الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة لماذا يصم العالم آذانه عما يحدث في هذه الحرب نحن متفاجئون جدا خاصة بالذين يدافعون عن الحرية وحقوق الإنسان ويدعون الديمقراطية ولكنهم لا يتحركون ولا يطبقون هذه المبادئ بالاتساق مع مثاق الممتحدة ونحن ندعو كل هذه الحكومات والمؤسسات لإيقاف هذه الإبادة الجماعية ما يحصل هو غير مسبوق وهو من أسوأ أشكال الإبادة الجماعية الحاصلة في تاريخ الإنسانية ونحن في كل مناسبة نعبر ونندد ندعو كذلك بإيقاف إسرائيل يجب وسنواصل رفع صوتنا لرفض الإبادة والمطالبة بالعدالة لصالح الشعب الفلسطيني وأن يتم تطبيق القانون الدولي على من يقترف هذه الجرائم وأن يتم محاسبة حكومة إسرائيل لكل ما يقترفونه من إبادة جماعية وكل هذه المجازر وكل هذا القتل وأشكال العنف على الإنسانية من قبل الحكومة الإسرائيلية وفي هذا السياق سنواصل الضغط وسنواصل التعبير عن الرفض وبالتنديد وكذلك مساندة الشعب الشقيق الفلسطيني سيدة السوسة كما تفضلت وقلت في هذا الإطار إطار الحرب على غزة في الواقع هناك مقاربة في ذات الإطار تتحدث أن ما يحدث الآن في غزة وما يقع هناك من إبادة جماعية وتدمير ممنهج للبناء التحتية للمستشفيات ولمحطات الكهرباء وقتل للأطفال والنساء لو وقع بذات الطريقة في دولة مثل أوكرانيا لنقلب العالم رأسا على عقد خلال فترة قليلة برأيك هل هذه المقاربة منطقية؟ حسناً هذا سلوك وتصرف الحكومات وبعض المؤسسات التي تدافع عن أوكرانيا وتحميها تغمض أعينها عما يحصل حالياً في الأراضي الفلسطينية وقد رأينا كيف تم تحر كل هذه الحكومات عندما بدأ الغزو نحن نعرف جيداً سياسة ذات المكالين ولكن نحن كدول مسالمة وكدول ندافع ونحافظ على الحياة فإننا كنا ندادي دائماً بإقامة إصلاحات على المؤسسات الأمومية وبفرض عقوبات صارمة حتى لا يتم العودة إلى هذا العنف وهذا التدمير وكذلك محاولة مسح الهوية الثقافية وذلك ما يحصل الأسف في الأراضي الفلسطينية وأنا أحيي من خلال شاشتكم الشعب الفلسطيني وأشكركم على هذه الفرصة التي أتيحت لنا شكراً جزيلاً لكم على هذه الاستضافة الكريمة سيدة سوسة عودة مرة أخرى إلى أمريكا اللاتينية بعودة الأرجنتين للحضن الأمريكي إن جز لنا التعبير وكذلك العودة المحتملة لتشيري نهاية العام المقبل وهذه المحاولة محاولة الانقلاب في بوليفيا برأيك إلى أين يترجى اليساء في أمريكا اللاتينية الآن في هذه اللحظة سيدة سوسة هل تسمعينني؟ مصالح كبيرة والقوى الدولية التي تخشى أن تفقد سيطرتها على مواردنا وعلى ثرواتنا في أمريكا اللاتينية ولكن وعي الشعب في دول أمريكا اللاتينية وكذلك التمسك بأسياد وبالاستقلال الاقتصادي ذلك ما يقض مضجع اليمين المتطرف لذلك يحاولون الوصول لتنفيذ هذه الأجندات لبعض القوى ولكن في أمريكا اللاتينية أغلب الدول لا تزال متمسكة ورأيتم ما حصل في البرازيل رغم فترة الحكم القصير لليمين المتطرف عاد أسيد لولا وعادت الديمقراطية مرة أخرى إلى البرازيل لذلك نحن علينا أن نعزز الحكومات الشعبية ونعزز اليسار الذي يطوق إلى الديمقراطية العمل مع بعضنا البعض ونأمل أن نوحد شعوبنا حتى نتصد لمثل هذه الأحزاب المتطرفة والكلمة يجب أن تعود للشعب شكرا جزيلا على هذه الاستضافة نظرا لأن لدي التزامات أخرى شكرا جزيلا لك سيدة سيلندس وزيرة خارجية بوليفيا وكنت معنا من لاباز شكرا وصول لكم كذلك مشاهدنا لمتابعة هذا اللقاء بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في بوليفيا اليوم كانت معنا وزيرة الخارجية البوليفية سيلندس سوسا محاولة